اشتركوا في القناة الفريق من الجزائر والصعود إلى المباراة النهائية بعد التغلب على نتيجة فريق وفاق سطيف بمجموع اللقائم بنتيجة 6-2 سريعا طوى النادي الاهلي صفحة الملف الافريقي حصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة ثم استنف تدريباته على مدار يومين بالامس طبعا كان المران الرئيسي للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين طبعا خاصة بفريق البنك الاهلي الإجابيات والسلبيات نقاط القوة ونقاط الضعف في فريق البنك الاهلي لكن خلينا أقول لك على أبرز النقاط المهمة جدا اللي اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني وانقسمت لشقين يا كابتن آيمن الشق الأول بيتعلق بالملف الافريقي مستر بيتسو موسيماني طالب اللعيبة بضرورة عدم فتح الملف الافريقي ام التحدث او الانشغال بالنهاية الافريقي طبعا مع فريق الوداد المغربي وضرورة التركيز على المرحلة الحالية وهي ثلاثة مواجهات أمام البنك الأهلي وأمام انبي وأمام فريق استير ني كامباني ثلاث مواجهات مهمة جدا بيتسو موسيماني تكلم عن اللعيبة على ضرورة تحقيق الانتصار بإذن الله في هذه المبارات شق الثاني تكلم عن اللعبين على الأهلي في آخر ثلاثة مواجهات اللي كانوا أمام فريق المصري وطلاء الجيش وسيراميكا وتعثر النادي الأهلي وفقدان النادي أهلي لسبع نقاط في هذه الثلاثة مواجهات طالب اللعبة بالتركيز في هذه المباراة ضروري تحقيق الانتصار حالة المعنوية الحالة الفنية اللي عند اللعبين اللعبة كلها مركزة في هذه المباراة إن شاء الله وتبقى واحدة من الثلاث خطوات مهمة جدا قبل مباراة النهائية ومباراة الوداد البيضوي المغربي طبعا النادي الأهلية عنده مجموعة من الغيابات في هذه المباراة طبعا بيستمر طبعا غياب أكرم توفيق وعمار حمدي طبعا وبدر بنون اللي صبق أيضا بينضمينهم طبعا ياسر إبراهيم محمود متولي أليو ديانجي حمدي فتحي عمر السلية لويس مكسوني وحسام حسن قيمة النادي الأهلية بتشهد عودة صلاح محسن مع انضمام طبعا زياد طارق وأحمد نبيل كوكا واللعبة محمد نصير نهاردة مستر بيتسو مسماني تقدر تقول منين الممكن يبقى في نص الملعب موجود أفشا في مركز التمانية جرب أكتر من طريقة مستر بيتسو مسماني هل بطريقة 4-2-3-1 ولا 4-4-2 طبعا ده اللي هنشوفه من اللعبين لكن خلينا أقولك أن اللعبة النهاردة في تركيز عند اللعبين حالة من الثقة عند العابة النادي الأهلي كابتن ساد عبد الحفيز الكابتن سامي أمصان كلامهم مع اللعبين أن دي واحدة من المباراة الصعبة جدا كابتن خليج جلال طبعا المدير الفني لفريق البنك الأهلي واحد من المدربين اللي بيجيد اللعب وغلق المساحات أمام فريق النادي الأهلي إن شاء الله تبقى مباراة موفقة لفريق النادي الأهلي أقولك برضو كابتن أيمن النهاردة تقيم تحكيم يدير هذا اللقاء بقيادة حكم الدولي أمين عمر هيعونه أحمد حسام مساعد أول وسامير جمال مساعد الثاني والحكم الرابع محمد العتباني اتنين على تقنية الفور أو الفيديو حكم محمد أميد وسلامة وهاني عبد الفتح طبعا من المنتظر أن ظهور النادي الأهلي يكون بالزي البديل النهاردة نظرا لتعارض الألوان ما بينه وما بين الزي الرسمي لفريق البنك الأهلي كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح